بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مجددا لنستكمل ما قد بدأناه في حلقة سابقة لدرس الإسلام يحارب السلبية ومجاله القراءة للنقد سوف نقوم بتكملة هذا الموضوع إن شاء الله ولكن بعد فاصل قصير لا تذهب بعيدا أعزائي الطلبة أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة لنستكمل إن شاء الله الجزء الثاني من درس الإسلام يحارب السلبية والمجال وموضوعنا تحت مجال قراءة للنقد المحور الرابع عزيزي الطالب ذكرنا أن الدرس يدور حول عدة محاور وهي ستة محاور فذكرنا محور ثلاثة محاور في الحلقة السابقة ونستكمل بقية تلك المحاور إن شاء الله اليوم المحور الرابع الصور التي حارب الإسلام فيها السلبية العمل القول التفكير نأخذ ذلك بشيء من التفصيل قال الكاتب أحمد الشرباصي وإذا كانت الإيجابية العملية تتمثل في فعل الطيبات والخيرات فإنها أيضا تتمثل في مقاومة الشرور والأفات ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعتقد البعض أن الإيجابية في الإسلام قاصرة على عمل الخيرات فقط وضح ذلك مدللا على ما تقول نلاحظ عزيزي الطالب الإجابة المثلى كما دعا الإسلام إلى الإيجابية العملية التي تتمثل في فعل الخيرات فإنه قد دعا أيضا إلى مقاومة الشرور والآفات إذن ليس فقط دعوة إلى العمل الخيرات فقط هو الإيجابية وإنما الإيجابية أيضا تتمثل في النهي ومكافحة ومقاومة الشرور والآثام والآفات الإيجابية العملية تساوي فعل الطيبات والخيرات وأيضا مقاومة الشرور والآفات بهذين الأمرين تتحقق الإيجابية العملية نلاحظ عزيزي الطالب دعا الإسلام إلى الإيجابية فيه القول العمل والقول والفكر وحارب السلبية فيها واضح ذلك مدللا على ما تقول نلاحظ عزيزي الطالب دعا الإسلام إلى الإيجابية العملية التي تتمثل في فعل الخيرات ومقاومة الشرور والآفات ويتضيح ذلك من خلال الأدلة التالية نلاحظ الأدلة التي استقيناها من الموضوع ومن نص الكاتب الإيجابية الإسلام في العمل وفي فعل الخيرات تتمثل فيه قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذن هذا الدليل يدلنا إلى الإيجابية في العمل وكذلك الإيجابية في العمل فعل تتمثل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه نلاحظ من هذا الحديث الشريف دعوة الإسلام ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى العمل إلى الإيجابية في العمل أن يكون الإنسان إيجابيا ليس في القول فقط وإنما بالعمل من نفس عن مؤمن كربة إذن الكرب كرب الدنيا ينفسها الإنسان بالقول وبالعمل وبغيرها لذلك هنا يتضح من هذا الحديث الشريف نلاحظ أيضا من الأدلة على إيجابية الإسلام ومحاربته للسلبية قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نلاحظ النهي هنا نهى عن الإثم والعدوان والتعاون على الإثم والعدوان إذن مقاومة الشرور إذن نؤكد أن الإيجابية ليست فقط في فعل المأمورات وفعل الخيرات وإنما الإيجابية أيضا في النهي والتوقف عن الشرور والآثام بل والنهي عنها ذلك هذه الآية نصت نصا صريحا على إيجابية الإسلام في العمل نلاحظ أيضا عزيزي الطالب قول رسول صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلقلبه وذلك أضعف الإيمان إذن التغيير بالقلب وبالقول وباللسان على مراتب الإنسان إذن هنا هذا الحديث نص صريح في إيجابية الإسلام ومقاومته للشرور نلاحظ عزيزي الطالب الإسلام كيف حارب السلبية بالقول نلاحظ أولا بفعل الخيرات قال الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ إذن يَدْعُونَ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ كُلُّهَا فِعْلُ الخيرات بالقول وَمُقَاومة الشرور مقاومة الشرور نلاحظ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ نلاحظ أن هنا نهي عن السلبية ودعم وتأييد للإيجابية في قوله مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِمَاذَا؟ بِلِسَانِهِ إذن هذا دليل على محاربة الإسلام للسلبية بالقول إيجابية الإسلام في التفكير في التفكير تتمثل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إِنَّ مَنْ اجْتَهَدَ فَأَصَابْ فَلَهُ أَجْرًا وَمَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَعَ لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ نلاحظ أن له أجران أي من اجتهد في رأي في تفكير دعوة إلى التفكير الإيجابي فهنا له أجران من فكر وأعمل فكره فهي دعوة إلى التفكير كما تظهر إيجابية الإسلام أيضاً في التفكير في موقف معاذ بن جبل حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ويسأله كيف تقضي بين الناس يا معاذ فيجيبه بأنه سيتبع القرآن والحديث فإذا لم يجد الحكم منصوصاً عليه فيهما أي في القرآن والحديث فإنه سيجتهد برأيه فيجتهد برأيه وهنا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويقول الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحبه الله رسوله إذن هنا تأييد إلى إعمال العقل بل ودعوة إليه كما نص هذا الحديث عليه ننتقل عزيزي الطالب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكونوا إمعا لا تكونوا إمعا تقولون إن أحسن الناس أحسن وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا عزيزي الطالب لاحظ السؤال التالي إلى ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إلى ما يدعو يدعو إلى أن تكون للمسلم نظرته الخاصة للأمور فلا يلغي عقله ويتبع أي إنسان في رأيه فالإنسان الذي يتبع غيره لا فكر له ولا رأي له ولا شخصية له وهذا لون صارخ من ألوان السلبية فيجب على المسلم أن يحسن في حالة الإحسان وأن لا يظلم في حالة الإساءة إليه لذلك هنا في هذا الحديث الشريف عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعه فهي تأكيد على أن يكون الإنسان إيجابيا إيجابيا لا سلبيا يتبع كل ناعق ويسمع كل داع لذلك هذا الحديث نص صريح على الإيجابية نلاحظ عزيزي الطالب ما المقصود بكلمة إمعه بلا شك أنك قد وصلت إلى المعنى قريب وفهمت الجملة وفهمت السياق الذي جاءت به نهي عن إمعه إذن إمعه معنى سلبي لذلك ما المقصود بها؟ المقصود بها من لا رأي له ولا فكر ولا استقلال لشخصيته فهو يتبع كل ناعق ويؤمن على كلام كل ناطق لذلك الإمعه من لا رأي له ولكن وطنوا وطنوا ما مرادف كلمة وطنوا؟ نريد في جملة من إنشائك المرادف عودوا والزموا عودوا والزموا الصحابة رضوان الله عليهم عودوا وألزموا أنفسهم السمع والطاعة للقرآن والحديث الشريف بل وطنوا أنفسهم على السمع والطاعة ننتقل عزيزي الطالب إلى المحور الخامس وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة في محاربة السلبية نعرف أفعاله وما قاله وهو قدوتنا في محاربة السلبية وتمثل الإيجابية الحقيقية ضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المثل الأعلى في محاربة السلبية محاربة عملية وضح ذلك مدللاً نلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل وسعاً في معاونة الناس وحل مشكلاتهم والنهوض بتبعاتهم وقد حمل نفسه ما لا تحمله نفس أخرى في هذا المجال والدليل عندما جاءه يسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي أي اشتري على حسابي فإذا جاءنا شيء قضيناه وكان عمر حاضراً فقال يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي ذلك وهنا قال أحد الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاً فبدأ البشر في وجه الرسول وقال بهذا أمرت بهذا أمرت إذن نلاحظ أن الحديث الشريف أو هذا الموقف الذي دار يدل على قمة الإيجابية بل وتمثل الإيجابية بأنه تحمل تبعات الناس وحاجاتهم ومشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شارك هذا الرجل الفقير أثر المبادئ الإسلامية في الشباب في المجتمع الإسلامي الأول وتمثله الأبيات في نهاية الموضوع وهذه هي الأبيات نقرأها اطرحوا الأمر إلينا واحملوا الكل علينا إننا قوم إذا ما صعب الأمر كفينا وإذا ما ريم منا موطن الذل أبينا وإذا ما هدم العز بن العز بنينا نلاحظ عزيزي الطالب وضح ما يقصده الشاعر بكل من اطرحوا الأمر إلينا اطرحوا الأمر إلينا نلاحظ اتركوه لنا نحمله عنكم فكلمة اطرحوا جاءت بمعنى اتركوا الأمر لنا الكل الكل هو الضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الكل أي يحمل يساعد الضعيف ريم منا ريم منا أراد الأعداء منا وقصدوا أرادوا وقصدوا وأبينا كلمة أبينا أي رفضنا رفضنا فبن العز رفضنا فنلاحظ أيضا عزيزي الطالب تظهر في الأبيات همة عالية وقدرة على تحمل المسؤولية وضح ذلك نلاحظ عزيزي الطالب هذه الشاعر هنا وشاعرنا هنا أبو فراس الحمداني في الأبيات السابقة يتطلع إلى القيام بدوره في تحمل المسؤولية وحماية الضعيف والدفاع عن المسلمين ورفض الذل ودفع الهوان وبناء ما قد تهدم من عز المسلمين ومجدهم وتلك هي قمة الإيجابية التي يسعى الإسلام إلى غرسها في نفوس شبابه نلاحظ عزيزي الطالب السؤال التالي ما الفرق في المعنى بينما تحته خط فيما يأتي نلاحظ عزيزي الطالب كلمة واحدة تكررت في أكثر من سياق لكل سياق معنى مختلف لهذه الكلمة وهذا قد تعودت عليه في الامتحانات والتدريبات هنا نلاحظ عزيزي الطالب اطرحوا الأمر إلينا اطرحوا الأمر عنا اطرحوا الأمر علينا اطرحوا الأمر جانبا نلاحظ كلمة اطرحوا قد أتت بأكثر من سياق لكل سياق معنى مختلف في كلمة اطرحوا نلاحظ الجملة الأولى اطرحوا الأمر إلينا أي دعوه لنا نحمله عنكم نلاحظ كلمة اطرحوا الأمر أي دعوه لنا نحمله نلاحظ الجملة الثانية اطرحوا الأمر عنا اطرحوا الأمر عنا أي أبعدوه عننا فعن التجاوز فأبعدوه عننا اطرحوا الأمر على نلاحظ حرف الجر أي قدموه لنا وخذوا فيه رأينا اطرحوا الأمر علينا أي خذوا رأينا فيه واطرحوه أمامنا وشاورونا اطرحوا الأمر جانبا اطرحوا الأمر جانبا لوصلت عزيزي الطالب إلى معنى اطرحوا أي اتركوه وأهملوه اطرحوا الأمر جانبا أي أهملوه ولا تأبه له إذن كلمة اطرحوا قد اختلف معناها في كل سياق مما مر علينا سؤال التالي ما الذي تمثله الأبيات السابقة للموضوع كاملا أي ما علاقة هذه الأبيات بموضوع السلبية والإيجابية تمثل الأبيات السابقة خلاصة ما يهدف إليه الكاتب من الموضوع من تربية لشباب الإسلام على الإيجابية ونبل السلبية والإطلاع بدور إلهام في بناء حضارة ومجد المجتمع المسلم ليكون مصدرا للعز والفخار نلاحظ عزيزي الطالب أيضا اشرح الخيال فيما تغير لونه في الأبيات السابقة مبين النوعة نلاحظ في ظلال هذه المبادئ الإسلامية أي هنا نلاحظ بلا شك استعارة مكنية حيث شبه المبادئ بالأشجار وارفة الظلال فظلال المبادئ فالمبادئ وكأنها أشجار لها ظلال نلاحظ أيضا اطرحوا الأمر إلينا وحملوا الكل علينا كل كناية عن قدرة عن تحمل المسؤولية فهي كناية واضحة موطن الذل موطن الذل تشبيه بليغ شبه الذل بالوطن حيث شبه الذل بالوطن أو الموطن إذا ما هدم العزة استعارة مكنية شبه العزة ببنيان يهدم وبنو العز ونلاحظ أيضا عزيزي الطالب الكلمات التي تغير لونها لجملة كلهم عزم جملة اسمية في محل رفع نعت المحل الإعرابي للجمل كفينا أبينا بنينا واحد في الأبيات السابقة فوضح عزيزي الطالب صعب الأمر إننا إذا كفينا إذا أبينا إذا هذه جواب جملة الجملة الثلاث لا محل لها من الإعراب لأنها جواب الشرط غير الجازم ما هي أداة الشرط غير الجازم إذا نعرف أن إذا أداة شرط غير جازمة لذلك جوابها يكون لا محل له من الإعراب التعليق على الموضوع طبعا نعرف إلى ما يهدف الكاتب من وراء نقده ظاهرة السلبية لماذا نقد ظاهرة السلبية وماذا يريد من وراء نقده عزيزي الطالب يجب أن تعرف أنه يريد تنفير الناس من السلبية والدعوة إلى الإيجابية من خلال منهج الإسلام العملي في نقاء المجتمع السليم المتماسك الذي يقوم فيه كل فرد بتحمل مسؤولياته كاملة ومن خلال فهمك للموضوع وضح أهم صفات الناقد أولا الموضوعية كما ذكرنا ثانيا التفكير المنطقي فإذا هو لم يتكلم في الخيال ولم يتكلى عن أمور لا وجود لها فإنما تكلم من واقع ومنطق سليم الإحاطة بفكر ما ينقد فهو ينقد مسألة أو ينقد مسألة تناولها من جميع جوانبها فهو محيط بها ملم بما ينقد الاستدلال وقد أكثر من الاستدلال على فكرته وعلى ما ذهب إليه فقد ذكر من الأدلة الكثير وأدلة القرآنية والأدلة من الحديث الشريف وكذلك مواقف الصحابة نلاحظ عزيزي الطالب هذا السؤال وضح ثمات أسلوب الكاتب في الموضوع أسلوب الكاتب نلاحظ أنه اعتمد على الحوار الهادئ اعتمد على الحوار الهادئ وكذلك التسلح بالدلائل والبراهين الضرورية من القرآن والأحاديث لماذا؟ لكي يقنع القارئة أو يقنع المتابعة له بأدلة أو برأيه كذلك من سمات أسلوب الكاتب التأكيد على فكرته بالإطناب أحيانا في بعض المواضع فقد أطنب في بعض المواضع كثيرا حتى يقنع القارئة بما ذهب إليه كذلك من سمات أسلوب الكاتب استخدام المحسنات البديعية فقد استخدم وصور البيانية فقد استخدم الطباقة والمقابلة والصور البيانية في إبراز خطورة السلبية وأثر الإيجابية إذن من سمات أسلوبه أنه يستخدم البلاغة والخيالة حتى يؤكد ويقرب فكرته نلاحظ عزيز الطالب هذا السؤال ورد في القول المأثور من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم فماذا تستشف في ضوء فهمك من هذه الجملة أو من هذا القول ما يتناسب مع موضوعنا نلاحظ عزيز الطالب أن هذا القول فيه درس أو درس في مقاومة السلبية حيث ينحي كل من كان سلبيا من دائرة الأمة ويطرد عنها كل من لا يهتم لأمرها فمن اهتم بأمر أمته بحث شؤونها وعرف آمالها وآلامها وسعى في جلب الخير لها وأسهم في دفع الشر عنها وبهذا يكون المسلم إيجابيا لا سلبيا إيجابية حقه إيجابية عملية لا يعني ظاهرية فقط ننتقل عزيز الطالب إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه نلاحظ هذا الحديث إلى ما يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف السابق يوجهنا بوضوح إلى الأخذ على يد الظالم ومنعه من الظلم وترك الشر يستفحل استفحال الداء العضال فلذلك يجب أن يقف المسلم عند هذا الأمر النبوي وهذا التهديد النبوي ويجب أن يقطع هذا الشر وأن لا يستفحل هذا الداء العضال مما حذرنا؟ يحذرنا من التساهل مع الظالمين والتغافل عنهم لأن ذلك هلكت للمجتمع ووجوب لإعقاب الله تعالى وما علاقة هذا الحديث بمضمون موضوعنا الإسلام يحارب السلبية؟ علاقة وطيدة وهذا الحديث يلتقي مع الموضوع في تأكيد في التأكيد على إيجابية المسلم في الأخذ على يد الظالم وينفي عنه السلبية المتمثلة في ترك الظالم يتمادى في ظلمه مما يؤدي إلى هلاك المجتمع ولو استعرضنا عزيز الطالب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو وجدنا أن المقام يطول وذلك أن الأحاديث فيها تأكيد على محاربة السلبية وتأكيد على اجتزام الإيجابية الحق إيجابية العملية فمعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة وكلها دعوة إلى الخير أو نهي عن شر نحاول أن نجمل الدرس الإسلام يحارب السلبية فنقول عزيزي الطالب أن مما سبق يتبين أن موضوعنا يتلخص في ستة محاور رئيسة وهي كالتالي نلاحظ عزيزي الطالب وندقق المحور الأول المعنى اللغوي لكلمتين السلبية والإيجابية وهذا ما نجده في الفقرة الأولى من الموضوع المحور الثاني مفهوم السلبية وصفات الشخصية للإنسان السلبي وأثرها على الفرض والمجتمع وهذا ما نجده في الفقرة الثانية المحور الثالث دعوة الإسلام أتباعه إلى الإيجابية والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والحديث الشريف وهذا ما نراه في الفقرتين الثالثة والرابعة وكذلك المحور الرابع الصور التي حارب الإسلام فيها السلبية العمل القول التفكير وهذا ما يبدو واضحاً في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والمحور الخامس الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة في محاربة السلبية الفقرة الثامنة والمحور السادس والأخير أثر المبادئ الإسلامية في الشباب في المجتمع الإسلامي الأول وتمثله الأبيئات في نهاية الموضوع إلى هنا عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبهذه النهاية نكون قد أتممنا درس الإسلامي وحارب السلبية إلى ملتقى قريب إن شاء الله نفسه دعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة